السلام عليكم احبائي اليوم غادي نوريكم كيفاش اننا غادي نصرفوا الفعل الماضي بطريقة سهلة ويالطريقة اللي كنت تبعينها مع وليداتي ولي جبت نتيجة مرضية ان شاء الله فكتير من الوليدات ما سيعرفوش انهم يصرفوا الفعل الماضي انا غادي نوريكم واح الطريقة دي هي سهلة واللي غادي تمكنكم من صرف الفعل بدون اي مشاكل وان شاء الله مرة مقبلة غادي نوريكم كيفاش ان لكم غادي نصرفوا الفعل المدارح فعلى بركتي الله عندي هنا فعل كتابة فانا اول حاجة كنديرها باش انني نصرف كتابة في الفعل الماضي هو انني كنكتب الحرف الاول اللي هو حرف الكاف اهههه مزيان نكسبنا حرف الكاف باش ما نكسبوا لي Luk فعل في العالح سوالك مجتش حاجة قبل منو ونصدقوك نهضرو على الفعل المداري كتب انا كتبت انا كتبت انت كتبت انت كتبت انت كتبت هو كتبت هي كتبت هما كتبت هناك نهضر على جوج دي الاولاد كالميز ما بين جوج اولاد جوج بنات كتبت نضع هنا الالف وهنا كتبت نحن كتبنا انتم كتبتم هم كتبوا بالوغو الالف كتبوا هن كتبنا وانتنا كتبتنا انتنا كتبتنا اذا خاصة نعرفوا بان الفعل الماضي يعرف بالتاء المتحركة وشنه هي هذه التاء المتحركة هي انها تتقلب من الضمة للفتحة للكسرة للسكون اذا فعل الماضي يعرف بالتاء المتحركة باش انني نكتب الفعل الماضي كنكتب مثلا عندي فعل كتبة كنكتب دائما الحرف الاول والول باش انني ما نمشيش ونكتب شي حرف اخر والقرسي كنكتب الفعل المضارع اذا انا كتبت انت كتبت انت كتبت هو كتبت هي كتبت هم 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 كتبت وانتنا كتبتنا نمر الى فعل جلسة بلفص طريقة الحرف الاول هو اللي غادي نكتبوه غادي نكتبوه حرف الجيم كسبنا الحرف الاول اللي هو حرف الجيم بلفص طريقة غادي نمرو نتصرف الفعل كما كسب سكالسابتو غادي انجلس جالس تو جالس تو انت جالس تا انت جالس تي هو جلسة هي جالست نتابعوا من التحركة هما جلسة جلوش ديال الولاد هما جلسة هما جلسة نحن جلسنا هما جلسة 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 في الفعل الماضي هو سهل صرف الفعل المدارك نهاية الحصة لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء